أحدث ثورة في الطريقة التي نتفاعل بها مع العالم من حولنا الواقع الافتراضي يدخل المستخدم في بيئة ثلاثية الأبعاد تفاعلية تسمح هذه التقنية بالتنقل افتراضيا وتجربة أشياء جديدة توفر أيضا مستوى من الاندماج والتفاعل لا يمكن تحقيقه بالطرق التقليدية لكن ما مدى انتشار وتأثير تقنية الواقع الافتراضي على فئة الشباب تحديدا دعونا نتابع من بيروت وليد نهرى مهندس استشاري متخصص في المحتوى الرقمي الإبداعي والحلول التفاعلية بسأل خير وأهلا بك كامهونس وليد في البداية لو تعرفنا أولا ما هي الأنواع التي وفرها العلم حتى الآن التقنية من أنواع العالم الافتراضي والحلول التي تقدمها شكرا إليك أول شيء بدنا نميز بين شغلتين أساسية في عنا العالم الافتراضي وفي عنا الواقع الافتراضي العالم الافتراضي هي الورد الواقع الافتراضي هي الورد شو عنا أنواع من العوالم الافتراضية إذا بنا نعملها بالجمع أول عالم الافتراضي هو العالم الافتراضي القائم على الواقع المعزز يعني الاغمانتد رياليتي هذا الواقع بيكون فيه إضافات رقمية على العالم الحقيقي اللي عم نشوفه كيف بيصير هذا الموضوع هذا الموضوع بيصير من خلال خوزة أما النظرات بالعربية نسميها الهدسة للاغمانتد رياليتي بيصير الشخص عم يشوف الواقع قدامه وعم يشوف معه مدموج معلومات رقمية بتخلي التفاعل وبتعزز التفاعل تاني نوع من العوالم الافتراضية هي الواقع الافتراضي الفيرتشير رياليتي الفيرتشير رياليتي هي هيد الخوز الهدسة يلي منحطه ومننتقل كومبليتلي يعني مننتقل بطريقة تامة لعالم تاني موازن هيدا العالم بقلبه في عنا درجات من التفاعل في عنا معلومات رقمية بتخول هيدا الشخص يتفاعل برات العالم الحقيقي عنا تالت نوع من العوالم الافتراضية هي العالم الافتراضي المنسميه المشترك أم الاجتماعي هو بيتبع العالم الفيرتشير الورد الرقم 2 بس بيكون فيه بقلبه تفاعل اجتماعي كيف نحن عنا هلأ وسائل تواصل اجتماعي العالم بتتفاعل مع بعضه بس بيكون من خلال العالم حاطة الهدسات وعم يتفاعلوا مع بعضه باستعمال التقنيات بقلب هذا العالم الافتراضي هاودي إذا بدك أكيد فيك فيه أفكار تانية بس هاودي الثلاث عوالي الأساسية بشكل عام صحيح اللي هلأ مبنع ليون التكنولوجيا صحيح لو ركزنا مهانس وليد على الواقع الافتراضي ما هي خصائصه وفوائد استخدامه حتى اليوم وما هي أبرز أيضا مجالات الاستخدام أكيد أول شيء بالنسبة للخصائص بالنسبة للخصائص عنا خاصية كتير مهمة وهي مبنى عليها كل شيء هي التفاعلية يعني الانتر اكتفتي هادي الخاصية بتخلي المستخدم بتفاعل مع البيئة الافتراضية اللي هو موجود فيها بتعلى التجربة بتصير الاكسبرينس أعلى هادي واحدة من الخصائص فيه عنا بعدين التشغيل الذاتي صار الشخص من دون مساعدة حدا من دون مساعدة حدا يعلمه قادر يستعمل تقنية ويتفاعل معه ويتطور من خلاله من دون ما يكون فيه حدا عم يساعده هيدا كتير بيسرع الموضوع بعدين عنا شغلة أساسية توفير تجربة آمنة يعني عنا سيف اكسبرينس شو يعني؟ يعني بمجال مثلا الطيران نتخيل بايلوت عم يتمرنوا على الطيران فرق ما يكونوا عم يتمرنوا بالحقيقة ويكون فيه مخاطر عليهم لأنه بعد ما عندهم خبرة بيكونوا عم يتمرنوا بطريقة وقعية باستخدام عنا لكينا الأمان عنا بعدين التوفير بالتكاليفة بتجي شركة معينة عندها عشر مهندسين بدأت تبعثن على بلد تاني بدأت تتكلف بالسفر لحتى يعملوا ترينيج على موضوع معين تقني صار فيها تجهز لاب مختبر مجهز بتقنية الفيرتشو رياليتي وبيعملوا الترينيج بقلبه نقدر نتخيل قد كمية التوفير ممكن تكون بهذه التقنية والسرعة بيرجع عنا أكيد الموضوع الفيرتشو رياليتي بيساعد بموضوع التواصل بين العالم بالتفاعل الاجتماعي عم نحكي مش حدا عم يحكي مع حدا ما بيعرفه عم نحكي حدا عم يحكي مع عالم ما بيعرفه بس مش موجودة بهذه اللحظة معه يقرب المساوات بتفاعل معها وعم نخلي التواصل الاجتماعي أكيد أكيد بطريقة كتير وفي كتير مجالات أكتر ما الإنسان ممكن يتخيل وآخر شي بالنقطة فينا نقول في عنا شغلة أساسية أنه كل الظواهر والأحداث التاريخية والأمور اللي ما رأيت صرنا قادرين نخلي الشخص يرجع يعيشها مش بس يقرأ عنا يقرأ كتير مهم بس فينا أحداث وفي قصة الظواهر ما رأيت على الأرض ما رأيت بتاريخ معين فينا نرجع نكونها بالمحتوى الرقمي ونخلي الشخص يشوفها ويختبرة مش بس يقرأها ولها خصائص أهم يعني نتوقف مع نتيجة استطلاع الرأي الذي طرحنا على منصات اسكاينيوس عربية سألنا المتابعين في هذا الموضوع هل سبق وأن استخدم تقنية الواقع الافتراضي في مجال الطب أو في الألعاب 25% أجابوا نعم 75% أجابوا بلا معانس وليد حتى الآن لا يبدو أنه الكثير يعلم عن الواقع الافتراضي أو لم يجرب بعد تقنيات الواقع الافتراضي الموجودة ما السبب؟ هل مازالت التكاليف عالية؟ هل مازالت الحلول لم تطرح بشكل أنها تصل للجميع؟ هل هناك مشكلة أيضا في البنية التحتية؟ نتحدث عن منطقتنا المنطقة العربية أكيد هي لأنه الموضوع كتير تطور صار في استعمال كتير قوي بمجالات التعليم والهندسة والتصميم والسفر والطب حتى بالفن والإبداع بس العوائق اللي عم نحكي عنهم فيهم يكونوا عيوب عم تتطور منها التكلفة تكلفة بعدها عالية لحتى الموضوع ينتشر خصوصا بالمناطق العربية التأثير على الصحة شغلة كتير أساسية لأنه الموضوع بيشتغل على الجهاز النظر وعلى العضل العين هذا الموضوع أكيد كتير تطور بس بعد فيه شوائب بعد فيه أمور صغيرة بعدها عم ينشغل عليها بس بعدها فينا نعدى عيوب فيه أشخاص بيعملوا إدمان على هذا الموضوع بيفوتوا بموضوع الوحدة وهذا شغل بيولد حالات نفسية كتير خطرة إذا منا متابعة فيها خطورة عالية مش هكي مش مين ما كان والوقت البدوية الأشخاص بعمر معين بيستعملوا الواقع الافتراضي فيه عندنا موضوع الأمان يعني الأمان إذا واحد عم يستعمل هالهاتسات وتحرك وقع فيه موضوع الأمان والحماية وعندنا موضوع أنه المحتوى الرقمي اللي بقلب الموضوع بعضه عم يتطور بعض ما صار عندنا كمية محتوى رقمي صناعته كتير عالية الجهودة وفيه محتوى عالية وبذلك الوقت في عالم ممكن يصيروا معتمدين على التقانية وإذا اعتمدوا على التقانية بس يصيروا عندهم مشكلة ما بقى يقدروا يكملوا شغلهم هذا كمان بدي يكون هذا الموضوع تابع لشغلهم ما بدي ينتقلوا عليه لأنه إذا وقفت الهاتسات وقف شغلهم هذا الشيء كتير خطير أشكرا جزيلا ضفنا من بيروت المهندس وليد نحرى استشاري متخصص في المحتوى الرقمي الإبداعي والحلول التفاعلية شكرا لوجودك معنا